كان رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي قد وصل إلى محافظة البحيرة وذلك ضمن جولاته التفقدية لمتابعة سير العمل بمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة في محافظات الجمهورية وأكد رئيس الوزراء أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاعتماد على المكون المحلي قدر المستطاع في تنفيذ مشروعات المبادرة نظرا لتأثر سلاسل الإمداد العالمية وبما يمثل كذلك تعزيز فرص توطين الصناعة والاعتماد على التكنولوجيا المحلية بالشراكة مع المستثمرين والقطاع الخاص